دربة ارهابية قوية طلقتها تونس حين هاجم خمسة مسلحين ملثمين متحف بردوء الوطني التونسي المحاذي لمبنى البرلمان في وسط العاصمة وبعدما اقتحمت المجموعة المسلحة مبنى المتحف احتجزوا عشرات الرهائن بداخله قبل ان تحاصر قوات الامن المكان وتتبادل اطلاق النار مع المهاجمين وبعد ساعات من الرعب انهى الامن التونسي هذه العملية المباغتة وحرر جميع الرهائن بينهم اطفال ونساء معلنا مقتل العشرات بين سياح جانب ومدنيين تونسيين ورجال امن اضافة الى تصفية اثنين من المسلحين وعاقب انتهاء العملية زار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مستشفى شارل نيكول حيث تفقد الجرحى ومن هناك اعتبر ان محل بتونس مصيبة كبيرة داعيا للتعبئة العامة للقضاء على الارهاب والاجتثاث هؤلاء الارهابيين من الخريطة وفيما عقدت خلية الازمة اجتماعا طارئا في قصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة على خلفية الاحداث الارهابية قال رئيس الوزراء التونسي ان الهجوم استهدف الاقتصاد التونسي عبر ضرب قطاع السياحة مشيرا الى ان هذه العملية تعدل اولى من نوعها بعدما كانت قوات الامن والجيش هدفا للارهابيين في السابق دوليا توالت ردود الفعل المنددة بالعمل الارهابي حيث اعلن الرئيس الفرنسي فرنسواء اولاند تضامن بلاده مع تونس في مواجهة الارهاب فيما حملت مفاولة الاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية فدريكا موغيريني تنظيم داعش مسئولية الهجوم هذا وسارعت عدة دول عربية خصوصا مصر والجامعة العربية والامارات والاردن الى التنديد بالهجوم الارهابي الجبان واعلان تضمونها مع تونس في مكافحتها للارهاب والتطرف